شهدت مختلف الأسواق والمحل التجاري تباينا في الإقبال على الحركة الشرائية خلال أيام العيد بحسب ما أكده تجار الأخبار لأخبار رؤية في الوقت الذي شهدت فيه ذات الأسواق ارتفاعا طفيفا في الإقبال على الشراء قبيل العيد بأيام بعد حالة من الركود الشرائي التي رافقت أيام شهر رمضان المزيد من التفاصيل في التقرير التالي فرحة الناس للناس وأرزاق العباد على رب العباد فليس هناك تفسير آخر للفرحة المرسومة على وجوه الأطفال بالعيد فأول ما تلمسه بالعيد الملابس الجديدة قابلنا بعض تجار الملابس الذين تفاوتت أراؤهم بالنسبة للحركة الشرائية قرأنتم بالسنين القبل يعني هي أحسن السنة يعني كان في حركة في بيع يعني أحسن من السنة القبلية واللي قبلية كل سنة عمالها بتسوق الارتفاع الأسعار طبعا إلى تأثير كبير سنة عن سنة عمالها بتضعف كمية المبعات الحلويات لم تغب عن العيد فالضيافة لابد أن تزين المنازل لذلك كانت الحركة الشرائية لهذا القطاع جيدة نسبيا حسب ما أكد لنا أصحاب المحلات كانت القوى الشرائية جيدة إلى حد ما مشابهة للأعوام السابقة برغم يعني أنه حافظنا على الأسعار كالأعوام السابقة برغم ارتفاع الأسعار بعض المواد الأولية مثل مدخلات الإنتاج الأساسية المكسرات تحديدا تفاوت في الأسعار وتفاوت في أراء التجار بشكل عام وأيضا تفاوت في أراء المواطنين والزوار صراحة لما شفت الأسعار في أسعار متفاوت كثير يعني تلاقي الشغلة في محل بتلاقيها 100 دينار محل بتلاقيها 40 دينار 50 دينار 70 دينار يعني متفاوت بس تقريبا الكل يعني نحن الواحد أكثر شي بدور على الكواليتي يعني الكل هون تقريبا نفس الكواليتي الاسعار مرتفع يعني عشان مرتفع الضرائب ورتفع الاسعار والتغيرات اللي في البلد واللي حولنا وصعوبة الاستيراد فخلت الاسعار ترتفع عن السنين الفاتحة فيه ارتفاع صراحة فيه ارتفاع ملموس نزلنا نتغضى انه فيش حركة بالمرة يعني المحلات كلها مسكرة مش عارفين ليه ومعا انه حركة عيد لازم نفروض ان يكون ناس أكتر حركة أكتر أجواء عيد بس انه مش نبين اشي أزمات سير خانقة وحركة مشات غير عادية في الأسواق وكل يبحث عما يناسبه شكلا وسعرا عبدالله الكفاوين لقناة رؤية